البداية هتكون مع النادي الاهلي وعلى مستوى فريق الكرة بالنادي الاهلي اللي اعلن جهاز الفني بخاطر مرس الكرة ببرنامج الفريق استعداد لمباراته امام ميدياما الغاني حيثه بيعود الفريق الاول للتدريبات ايام يوم الحد والاتنين والتلات قبل ما يحصل على الراحة سلبية لمدة 24 ساعة ويعود بعدها على طول الفريق للتدريبات يوم الخميس والجمعة قبل المباراة الهامة بكل تأكيد في اطار الاستعداد لمباراة ميدياما اللي هتكون يوم 25 نوفمبر القادم في اطار كمان التحضير لهذه المباراة في دوري الابطار بينتظر مسؤول النادي الاهلي لموافقات الامنية لحسن ملعب مباراة الفريق في الجولة الاولى بدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا المقارنة لها زي ما قلت راحاتكم من 25 من الشهر الجاري وكان النادي الاهلي خاطب بالفعل الامن الموافقة على لعب المباراة على ملعب السلام او برج العرب وان كان يعني الجهاز الفني بقاة كولر بيرغب في اقامة المباراة في القاهرة ورفض السفر الاسكندرية يعني خوفا من ارهاق اللاعبين كمان حصل مسؤول النادي الاهلي على وعد من ادارة استاد القاهرة بامكانية استضافة الملعب لمباراة الفريق امام شباب بولوزداد الجزائري في الجولة هتكون التالتة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا والمباراة دي المقاررة لها يوم 9 ديسمبر القادم والنادي الاهلي عايز يستغل استاد القاهرة في هذه المباراة ان يكون ممتلئ على اخيره بجمهور النادي الاهلي اللي عايز بكل تأكيد النادي الاهلي يتأهل لدور التالي الدور التمانية والبطول الافريقية بازن الله يقدر الاندية المصرية سواء في الكنفدرية او في دور الابطال انه يوصلوا الى ابعد الحدود ان شاء الله بازنها تكون من نصيب احد الاندية المصرية لسة مع أخبار النادي الأهلي ومسؤول النادي الأهلي فتحوا باب أمام رحيل المالي أليو ديانج لعب خط وسط النادي الأهلي في فترة انتقاط الشتوية الحالية حال تلقي اللعب عرض رسمي وجاد وكانت بعض التقارير أشرت إلى تلقي اللعب المالي عدة عروض للاحتراف في الفترة الأخيرة لكن إدارة النادي الأهلي لم يصلها أي عرض رسمي حتى الآن بشأن اللعب وقال مصدر داخل النادي الآلي بيرحب بالرحيل المالي آليو ديانج خاصة في زل ووفرة عدد من اللاعبين في نفس مركزه في مركز خط الوسط لإضافة أنها يفتح كمان الباب أمام التعاقد مع لعب أجنبي آخر خلال فترة المقبلة وقال كمان لم يصلنا أي عرض رسمي حتى نقان بشأن اللاعب لكنها كإدارة لن نقف عقبة في طريق اللاعب حال وصول عرض رسمي قوي يليق بالنادي الآليو يليق أيضا باللاعب وفعلا يعني يقدر نادي الآليو عود ديانج خاصة مع عودة أكرم توفيه في منطقة خط الوسط وكمان إمكانية التعاقد مع عمر كمان عبدالواحي بصورة كبيرة في الفترة المقبلة يكون موجود في الجانب الأيمن بكل تأكيد أكرم يتم استغلافه في منطقة خط الوسط مع وجود كمان كريم ندهد في المركز ده بكل تأكيد وجود كمان مراوان عطية وعمر السولية كل تأكيد هيكون وكمان إمام عشور وقفشة كان بلعب في حتة دي بصورة كبيرة جدا في الفترة الأخيرة مع كولور في الحتة دي أصبح أحد مزدحم اللاعبين في النادي الآلي ممكن أن هو يوفر اللاعب الأجنبي بالاستغناء عن أليو ديانج لو جاء له عرض مغري للنادي الآلي ويتم التعاقد مع لعب أجنبي آخر وخاصة النادي الآلي بيركز طبعا في خط الهجوم في المرحلة القادمة كمان قررت إدارة النادي الآلي بتأجيل ملف احتراف محمد عبد المنان مدافع الفريق لنهاية الموسم الحالي خاصة وأن الفريق مقبل على دور المجموعات بدورة عبطال إفريقيا ثم كمان كأس العالم الأندية غير كمان أن اللاعب يعني أحد العناصر الأسية كمان في منتخب مصر الأول اللي هيبدأ مشواره في تصفيات كأس العالم كمان هيخود الفرعنة كمان غير كأس العالم نهايات كأس الأمم الإفريقية عشرين تلاتة وعشرين وده هيزيد كمان من قيمة اللاعب ماليا في النادي الآلي عايز يستنى بعد انتهاء البطلتين عشان يقدر أنه هيسوق اللاعب بصورة كبيرة في الفترة القادمة